ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أو عايز يستخدم مادة واحدة بس مثلا عايز يستخدم الخشب بس يعني زي كانجا كوما مثلا في آخر بناديك كتير جدا عايز يستخدم الخشب بس أو المعماري التاني شيجيروبان عايز يستخدم مثلا اللي هي التوبس بتاعة الكرتون بس وهكذا فأنت عشان تفهم المشروع الأول لازم تفهم المعماري ده بيفكر إزاي يعني واحد زي فرانك جيري مثلا ليه بيعمل أشكري غريبة دي بتاعته عشان هو فيه فلسفة معينة اسماء التفكيكية لها قيم معينة فأنت عزم تفهم الأول الفلسفة دي عاملة إزاي عشان تعرف هو بيعمل كده ليه أو زي حديد بتعمل كده ليه مش انك بس تفرج على المبنى وقول لك آه المبنى شكله جميل أول عامل زيه شوف مشاريع كتيرة تخرج مثلا في مصر أو في العالم العربي يعني الناس بتقلل أشكال أورجانيك أو بتعمل أشكال تفكيكية بس تجلس ألوى انت عملت ليه يعني يقول لك مش عارف أو تقول له يعني تفكيكية أو اشرح لي شوية عن المبادئ اللي هي إذا انت عملت أساسها المبادئ دوات ما يعرفش يجب طب ليه هو الراجل مش هكي عنده سنس كويس عنده احساس كويس في النوع بيعمل كتلة بس هو مش عارف هو بيعمل كده ليه بجد انه هو ممكن يقول لك عشان عمل حاجة لاند ماركت ده مش سبب انت ممكن تعمل لاند ماركت بمية طريقة او عايز اعمل حاجة مختلفة عن الحواريين انت ممكن تعمل حاجة مختلفة برضو بمية طريقة بس اللي اخترت الفلسفة دي لازم تفهم الاول موضوع ده كويس تاني حاجة السياق اللي هو الراجل عمله او اللي كونه على الاساس هو ممكن يكون اصلا بقى فلسفة للشخص ممكن اصلا الفلسفة دي تتغير بعد كده يعني شفنا معاملين كتير بيغيروا فلسفاتهم بعد فترة فانت تشوف المعمل ده وتعملها يمتى عمل الموضوع او عمل الكتلة دي يمتى عشان تفهم هو يغيرها بعد كده شاف فيها عيوب ما شافش عيوب وخلافه بعد كده المعماري لما يجي يصمم كتلة او لما يجي يعمل كونست يبقى فيه نظرة معينة ليه ناحية المشكلة التصميمية بتاعته يعني كل المعماري برضو يشوف نفس المشكلة بيشوفها بشكل مختلف انتو عندكم لما بيبقى فيه مسابقة معمارية مثلا كبيرة ممكن تلاقي مية تصميم كلهم مختلفين عن بعض مع ان المشكلة التصميمية هي هي مع ان الارض اللي بتعمل لها المبنى هي هي الميزانية هي هي الدولة هي كل حاجة هي هي بس تلاقي مية تصميم مختلف ليه؟ لان كل معماري بتعامل مع المشكلة التصميمية عن ضريق حاجة مختلفة ممكن مثلا معماري بيركز قوي على على المساحات او على التجربة المكنية زي مثلا بيتر زامستر واحد بيركز اكتر على الجيومتري على هندسة تلأماكن واحد بيفكر اكتر على السياق وازاي اعمل مثلا مبنى داخل مع السياق بتاعهم هي غير محسس السياق ان هي حاجة جديدة داخلة عليه واحد بيهتم اكتر بالاشكال واحد بيهتم اكتر بالسيستمز اللي جوه المبنى زي مثلا مبنى بتاع بومبيديو سنتر اهتموا بالسيستمز اللي هي الميكانيكية الكهرباء والكلام ده كله واحد بيهتم بالخواص الانسانية يعني الاحساس بالمبنى او البيهيفير تصرفات الناس اللي داخلها المبنى وخلافه فانت ليه عايز تعرف الكلام دوت عشان تفهم هو ليه الراجل حل المشكلة التصميمية بالشكل دوت بشكل تاني عشان انت لما تيجي تعمل او تيجي تقلد حتى الشكل بتاعه تبقى عارف ان هو حل المشكلة دي كده عشان هو عايز يخاطر المشكلة الفورنية ما انت ممكن لما تقلد المشكلة بتاعته هو اصلا انت ما عندكش المشكلة اللي هو حلها بالشكل دوت تبقى انت حلتها على الفاضي على سبيل المثال مثلا يعني حاجة لسه تبقى مبارح على الفيسبوك القوبة مثلا القوبة اتعاملت اصلا في الاساس لزمان مش عشان هي رمضة اسلامي وراحك هي اصلا القوبة متاخدة من المسيحيين يعني من البيزنطيين طب ليه عملوها عشان ما ينزلش كولومز ينزلش عاميد في نص المسجد عشان المسجد انتوا عارفين ان الصارة بين العاميد ما يكروها مثلا قال الراجل عايز يسيب مساحة فاضية كبيرة الناس تصل براحتها الصفوف تترص براحتها من غير اي عوالق في النص فهو زمان التكنولوجيا اللي كانت متوفرة انه هو يعمل قوبة لو زمان كانت فيه تكنولوجيا بتخليهم يعملوا سقف مستوي كان ممكن يعملوها وفعلا فيه مباني كتير اتعملت مثلا جامعة فورتوبة وجامعة الاموي ممكن في بعض اجزاء وخلاف وفيه جامعة اكترة قديمة برضو وفيها سقف مستوي هي كان زمانت بالتكنولوجيا فانت لما تعمل ببنة في العصر الحالي لو القوبة ملهاش لازمة ملهاش فانكشن ملهاش وظيفة واحد يقول لي عشان الصوت يا عم الصوت اي ده بيشتعلوا بالميكريفونات دلوقتي انت هتسمع الناس برا الجامعة بصوت الامام يعني مش منطقية تكلف فلوس اكتر وكمان نوع من الاسراف الماء المنهي عنه انا مش عايزة اغير موضوع المحاضرة بس عايزة فهمكم يعني النقطة انت تفهم الراجل المصمم عمل حل المشكلة دي ليه على اساسه لما تجد تعمل نفس الحل تبقى انت عارف وفعلا تحليلها بالشكل دوت عشان الشكلف يعني ولا انت عملها كده وخلاص الصفحة دي والصفحة اللي بعدها هي بعض الافكار الفلسفية لبعض المعماريين يعني مثلا فيه مماري مشهور less is more روبرت فندوري بعدها قالك less is more واحد قاله اللي قال له هو الكثير والتاني قال له القليل يعني الكثير والتاني قال له القليل يعني الممل اللي هو بتاع الفوستمدرنزم المشهور قوي اما بعد الحدثة روبرت فندوري ففيه يعني فلسفات مختلفة كل مماري بيتخذها عشان يصمم هل معنى كده ان واحد صحة واحد غلط لا هي فلسفات مختلفة كل واحد بيعمل اللي على مزاجه طيب نخش على اللي بعده ايه نحل دي كمان اوكي تعال نشوف الاول حاجة نظيفة كده من تحرير لمبنى كده بشكل محترم نشوف هو تعامل ازاي المبنى اللي اتكلمت عليمي شوية هو بومبيدو سنتر في باريس مركز مشهور جدا اتعمل عن طريق مسابقة مير وبيانو عملو المبنى ده اول ما تشوفه كده بتقول لنفسك هل المبنى دوت شكله حلم من بره مثلا او شكله حلم ليه انا بتكلم على اي مبنى اي مبنى مش بس دوت اي مبنى تشوفه عب كثيرا من الطلبة ان هم مش بدوا نفسهم الوقت ان هم ما يفكروا ان هم ما يسألوا نفسهم في دماغهم قبل ما يقرروا او ممكن يعملوا كده بغير وعي فمش بيستغلوا الفرصة الكاملة لفهم المبنى فانت اوقف كده ويسأل نفسك بصوت جوا نفسك كده انت سمعه وتقول المبنى دوت شكله حلو طب لو حلو ليه هو حلو لو وحش ليه هو وحش ممكن حتى تدون يعني تكتب فرقة طيب ممكن تقول هل التصميم بتاعه كويس بعيدا عن الشكل بكل حاجة بقى بالوظيفة بتاعته بخدمته للسياق الاخ الاخ ولو كويس ليه ولو وحش ليه ليه يعتبر مثال سيء بعدها السؤال اللي وعده ايه اللي بميز المبنى دوت عن النباني المختلفة الاخرى فتبدأ تفكر وتقعد تتفرق وتحلل وتقول ده مختلف واحد دين تلاتة اربعة بعدها تسأل نفسك السؤال اللي بعده هل المبنى دوت باي شكل من الاشكال هيساعدني في التصميم اللي انا عايز اعمله ولو هيساعدني هيساعدني ازاي تبدأ تفكر تقول اه مثلا هنا اخد السلم برا المبنى عشان يفض من جواه المساحة انا ممكن اعمل كده مثلا في الجابعة الخلفية عشان الاخ فاتتقعد تفكر وتحلل بعدها تقول نفسك ايه هي حكاية المبنى دوت اللي تعمل بالشكل الفلاني يعني انت ما ينفعش تحكم على مبنى انه وحش ولا حلو برضو من غير ما تعرف الحكاية كمان احدا يقول لي طب ما انت اول سؤال سألته هل شكله حلو ولا دوت انطباع مبداي بس عشان تحكم الحكم النهائي لازم تعرف حكاية المبنى دوت انا المبنى دوت لو حد قال لي عليه من غير مثلا بعرف حكايته هل ما لديه شكله حلو ولا حش هبقى متردد اقول شكله غريب شكله مستفز بس لما تعرف حكايته تعرف وتصمم كده ليه فيه حاجات معجزة المبنى دوت فيه حاجات رهيبة على مستوى الانشائي على مستوى التفكير المبنى دوت اثر في مباني كتير جدا بعده يعني فيه مباني كتير جدا الكونسيبتات بتاعتها متاخدة من المبنى دوت سواء بقى كمسلا free space او structure الاخ فراحة دي تسارى لنفسك بعد كده بقى تبدأ تحليل ايه المبنى بتاعك فمثلا الصفحة بس بطيئة شوية هتيجي دلوقتي ها مثلا تبدأ تجرى عن ال context وتبحث كده في جوجل وتشوف المبنى دوت عمل ازاي اصلا وتعمل ليه وتبدأ تشوف علاقة المبنى دوت بالمحيط بتاعه دلوقتي تبقى فيه جوجل earth يعني حيات دي اصلا مكتوبة جاهزة مباني كتير جدا يعني بس في جوجل earth برضو في في الدور الاوروبية في street view يعني ممكن تماشي الرجل كتير تتماشى في الشوارع فانت بسهولة جدا كأنك بتتفسح ناك تشوف علاقة المبنى دوت بالمحيط بتاعه وقفل ازاي كان ببعض وخلافه بان كبا زي الشاطر تشوف البلانات بتاعته وتشوف الناس بتقرب للمبنى دوت ازاي وبتخش منين طب ليه بتقرف كده عشان بتشوف مثلا ان الشرع الفلاني خد منه مدخل عشان مثلا الشرع ده فيه كذا كذا او المدخل ده حطتونا ومدخل ده حطتونا عشان كذا كذا بتقعد تفكر في كل حاجة ليه طيب الكلام ده بيشكل في دماغكم يا شباب موسوعة كده زي البنك كل ما تتحلل مبانية اكتر كل ما في دماغك افكار تبقى كتير قوي فلما تيجي تقابل مشكلة تصميمية في المستقبل ان شاء الله لما تيجي تصامل اي حاجة هتقول لدماغك تحاول تشوفي الرصيد اللي في البنك عندك هتقول لنفسك ايه ده طب ما ده فيه مبنى فلاني كان الرجل عملها كده وانا ينفع عندي كده طب انا عملها كده تيجي في مشكلة تانية في نفس المبنى تقول لده في المبنى فلاني عمل كذا كذا فينا عملك وتقعد تاخد من هنا حل وتاخد من هنا حل وتاخد من هنا حل وتعمل لهم تركيب مع بعض كده يطلع لك الكونسيبت لطيف جدا وحلو حل لك مشاكل كدير جدا ومشاكل الحلول دي اثبتت فعاليتها عشان هي اصلا متخبة من امثلة نكحة بقى انت قللت الرسك بس بيبقى المهارة بتاعتك انك تركيبهم على بعض وتعمل الكونسيبت كويس بعد كده بتشوف البيان نفسه الناس بتحرك ازاي سواء على المستوى الافقي يعني في نفس الدور او على المستوى الرأسي الأسانسيرات السلال المتحركة وخلافه تقعد بقى تحلل وترسم ياريت لو تعرف ترسم فوق البلان او حتى تشوفها وتعمل سكتش كسريع حاجات دي بتثبت اكتر بين ايه بالسكتشات او انك تشغل ايدك معاك بعد كنتشوف الريشو او النسب النسب والتناسب بين حاجة كتير جدا ممكن بين البرنامج نفسه ممكن تشوف بين البوبليك المساعات العامة ومساعات الخاصة او تشوف بين الكتلة نفسة يعني لو في لو الكتلة فيها كتل كابتش وتحلل النسب والتناسب هنا زي قلت لكم الستركشور كان حاجة معجزة في المبنى دوت عشان كده مثلا اللي نكتر عن الستركشور بقى تعمل مبنى هيفيدك وممكن برضو يفيدك في تصميم المبنى يفيه مبنى كتير جدا الكنسيب تبتاع ببقى مبني بس على الستركشور وده واحد منهم الستركشور عظيم في المبنى دوت هنا بتحلل الفونكشن أو الوظيف لتعمل مبنى فبتشوف مثلا اللي محطوط فين وتحطت هنا ليه مثلا هنا المتحف اللي فوق كان بياخد ضوء بشكل ما ممكن يؤثر على المحتويات اللي جواه سلبا فرحوا عملوا حواية fake حواية false مثلا ceiling أو false walls وبشافيه عشان يمنعوا الشمس شوية وخلاف فالحاجات دي التفاصيل دي حلوة وتخليكوا استفيدوا رسميواتكم تشوف برضو side plan وحطها ازاي على الارض وصل ازاي بالشوارع وصل ازاي بالحالية الخلفية انبني علاقة A-B وأخلاف وتشوف تحلل الفساد عشان تفهم النسب والتناسو تفهم الفارغ أو solid والفويد بتشوف الضل تحل الsection برضا عشان تشوف الهلاقات الرأسية الهلاقات الرأسية سواء كحركة كcirculation يعني أو حتى كنظر ان الشخص اللي في الدول الثالث هل ممكن يبص على الشخص اللي في الدول الأول ويشوف وإزاي ممكن تعمل العلاقات رأسية مرئية طبعا بتحلل البرانات دي حاجة مهمة جدا ايش بيحتاج حطاف عليها كتير وممكن تتقرأ وتشوف على اليوتيوب فيديو عن المبنى تشوف الرابورتاج على الجوجل مثلا الناس بتفكر في المبنى دو ازاي الفيدباك بتاعهم ايه تشوف على الانستجرام تتعط دول على صور لي تشوف الناس كتب عنه ايه لو كتب ايه حاجة زي ما انت شفت ولما تعمل كده مبنى واحد بس ممكن ياخد منك نص ساعة مثلا ممكن اكتر بس بعد ما تخلص تحليل المبنى دوت هتلاقي انت استفدت جدا غير لم تتفرج على بنت الرست ساعة بنت تتفرج عليه ده حاجة كويس مش غلط بس انك تقاط مع مبنى واحد في فترة طويلة دي لو فعلا مبنى كويس ده هيفيدك اكتر بكتير بعد كده في حبة حاجات احنا زي ملتاك ممكن نحللها زي اول حاجة مثلا السياق السياق اللي مبنى موجود فيه السياق يعني البيئة المحيط عاملة ازاي مش بس كبيئة اللي هو مثلا في القرية ولا في المدينة ولا لا كل السياقات سياسي اقتصادي اقتماعي ثقافي الاخ ممكن اصلا حاجة اقتصادية تأثر على المبنى كله فانت ما تبقى شفاهم في الاول هما لعملوا بالشكل بس تعرف بعد كده ان كان فيه ميزانية محدودة فاضطروا يعملوها كده ممكن ما يبقاش فيه امكانية للمعمار ان هو ياخد المتيريال معينة من حتة يحطها هنا عشان مثلا اللوجستيك او التكلفة فهو بقى محدود بمتيريال لزي معينة اضطر ان هو يستخدمها او ممكن مثلا هناك فيه رطوبة معينة عشان كده اضطر ان هو يستخدم المتيريال في الصياق كله الاول قبل ان تحكم على مبنى عشان كده انا بحي جدا بعض المعمارين لما حد يجي سيرهم على مبنى يقولك يعني انا ممكن يكون مرئية من برق شكله كويس بس مقترش احكم عليه تماما الا لما زوره وعرف عنه ليه بقى ده اللي يفرق انت كمعماري او كصانع عن واحد عادي واحد عادي يتفرق واحد يتفرق يقول رأي وعادة ان ده مش شغلته يعني فهو الطبيعي انه يقولك اوه شكله وحش شكله عادي بس انت لشخص متخصص يعني تخيل مثلا انت دكتور وهي واحد يقولك الحالة دي عاملة ازاي يقولك اذا ده شكلها حالة خطيرة لا مفيش حاجة اسمها شكلها انت فعني منطقة الجو بتاع عامل ازاي عشان تعرف بقى تفهم فعلا التعامل المعماري مع المبنى ده كان كويس ولا ابسط مثال مشهور جدا لما واحد يعمل لك مثلا مبنى كل ازايز في الصحراء هقولك نمش مبنى مستدام لانه يبقى حر جدا مش عادي ايه وهيكلف طاقة كبيرة فلي احنا عرفنا كده عشان عرفنا موقعه لكن لو مبنى ازايز ده هو مثلا في فلندا هاتش يقول حاجة ممكن يبقى مستدام اكتر في فلندا لو ازايز عشان ياخد الشمس فيخلي الدنيا نساعة جوا وخلافه وانا تشوف تأثير الاجتماعي والثقافي على المبنى لان مواجه عامل المعماري يتأثر بالموضوع داود يعني مبنى ان ده ممكن تعمله انا بس اقول لكم في مدينة هنا في تركيا اسمها ازمير المدينة دي مدينة متفتحة في ناس بيس يعني الرئيس النصريين ففي احد العمارات كان كلها الوجهة بتاعتها ازايز وانا ماشي مثلا بتشوف الناس اللي عاد في الصالة عادين وبتشوف هم بتفرغ تديفزيون مش عافية بيأكلو نسباله معادي ممكن الناس اللي ساكن هنالك بس انت علي انفع تعمل كافة قاهرة مثلا في شوبرا مستحيل ليه لان الثقافة بتاعتهم مختلفة اولا الحال الاجتماعية مختلفة مفهوم اللي هو الخصوصية مختلف لشان كده انت لازم تفهم الراجل عمل كده ليه الاول قبل ما انت تحاول تقلده لان ممكن يكون السياق الاجتماعي والثقافي مختلف تماما يعني مثلا في مبنى في يصدي مشروع تصليم حضري واحد عمل كده كنب في الشارع طويل اوي الناس بتنام عليه مثلا والبقى تنام عليه في الشارع وبترى الماسكة حتى نظرة الشمس وبترى كورنان وبترى هل ممكن تعمل الحاجات التي تعمل في انا التقافة والتقافي الاجتماعي ايه على اساس تاخدها او لا حياة كمان لازم تعرف الموضوع بتاع المشروع او تقفين بتاع المشروع ايه على اساس انت بتشوف حال فعلا لما احاول استلهم من المشروع دوت هل ده مناسب لي او لا يعني مثلا ما تجيش تستلهم مشروع مثلا يعني في دماغك الاثين بتاع المشروع يعني مشروع مثلا بيستخدم يوم واحد في السنة تصميم ويبقى مختلف تماما عن مشروع بيستخدم كل اسبوع مرة مثلا هيبقى في دماغك فيه عشان تبقى انت واعي اللي انت شايفه لازم تقرأ الكونسيبت لو تفرجت على الصور بس بغير ما تقرأ الكونسيبت من المعماري يبقى انت ما فهمتش المشروع بردو بشكل كامل وردو يزا بتفهم زي والتلك الناس بتوصل لمشروع ازاي ازاي بيكذبك كده ويقولك تعالى زرني ايه علاقة المواصلات او علاقة العربيات مثلا بالمحيط بتاع المبنى بتاعك وازاي مثلا بيدعوهم بردو من اشهر الامثلة بردو بعض المباني اللي هو مسلا الدخول مش بيبقى كده من القدام تخليك تلف كام من وراء وتخش من وراء ليه ساعات يقولك عشان اخلي الراجل يشوف المبنى كله وتفرج علي ما يخش اخلافه فخليك بردو تحاول تفكر بعد كده تشوف الكتل او تشوف بتاع المشاريع عشان تعرف الراجل كونها ازاي وكونها على اساس ايه مش بس منظر بتشوف البلانات بتشوف الراجل نفسه وخلافه وده بتفكر في جاملات المشروع ليه شكله حلو يعني استرب تشوف الماتيريال والاسطح يعني ازاي الماتيريال المختلفة في المشروع برضو بتفاعل مع بعض اللي هما بيسموها الpoint detail النقط كده الرفياء اللي مثلا تلاقي الخشبة ازاي متصلة مع الحديد ده ركبة في الكونكريت في حاجات بتبقى ممتعة جدا في المباني اللي بره فما تفوتهاش بالنجبس تتفرج على الصور حاول برضو تشوف details زيات وتحاول استعاد ممكن في مشروعك كل مشروعك تبقى في details اكتر technical مايبقاش حاجة standard كل مايبقى اغنى وكل مايبقى اجمل بعد تشوف texture السياق او النسيج بتاع المبنى بتاعك هو النسيج الامراني اللي حوالي بتشوف scale بتاع المشروع بتاعك وسط اللي حوالي بتشوف النسب والتناسب مثلا للجبهة للبلان وتشوف تأثير الضوء وازاي ظل بيلعب جوه المبنى اللي انت تعمله واناليزيس يعني تشوف circulation زي ما قلنا الناس مشى زي جوه المبنى وتحلل طبعا structure وتشوف علاقة الانتيريور والكستيريور زي ببعض وتحلل كمان الماتيريال اللي هما استخدموا في الانتيريور وفي الكستيريور لان ساعات بيبقى في ماتيريال محدش بيستخدمها مثلا او مش مش حاجة بتصان كتير في العرب مثلا بس بتصان برا ومعروفة مثلا او حاجات حاجات كبه مبدعة طبعا حاجات دي انت ممكن تستخدمها برضو وممكن تراقيها في الدولة بتاعتك بس محدش بيستخدمها كتير ليس من الاسباب او مش بيعرفوا يستخدمها فانت لما تاخدت وتحطها يبقى شكلها حاجة كويسة تحلل البلانات تحلل المداخل وتحلل المساحات تحلل حاجة اسمها الهيراركي الهرمية بين المساحات وبعضها بتشوف الجيومتري بتاع المباني عامل ازاي حل البلانات من جوه ازاي لان في بشوف ساعات مثلا مباني من بره شكلها جميل جدا بس البلانات من جوه مش بحلولها كويس ليه عشان هو ما حللش قبل كبه بلانات فهو بيحل على مزاج فأكيد يحصل اخطاء فلو حلل الاول مباني يتعلم من المسترز لاندسكيب لاندسكيب مهم جدا ليه لاندسكيب مهم جدا عشان تعرف الناس اللي هم بره دولت لما يصممهم مبنى بيصمموا لاندسكيب بتاعه ازاي لان في كتير جدا من طلبة العمارة في الزات مش بيعرفوا يحل لاندسكيب بتاع المشروع وبيقفوا فيها مش عارفين عملوا ايه طيب شوف المشاريع اللي بره عملوها ازاي يعني ازاي ايه العلاقة بينهم وحاول انت كان انك تعمل حاجة شبهة بقى يكايب شوف الاستثنائبالي طبعا شوف المبادئ الاستثنائبالي 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 من الطبقة ازاي هنا في الجزء دهوت انا بشرح الحيات اللي اشرحتها لكم ديت بسرعة فانا اعطيها على السريع هنا مثلا تحليل احد المبادئ الاخرى وهو الاراب world institute من جون نوبال طبعا ده شكل تاني من التحليل انك مثلا تشوف تحليل فوقه تشوف الضوء الطبيعي داخله ازاي مثلا الكونسبت التعامل ازاي ممكن تبع كده بسيطة يعني جميلة وبسيطة وكتاب طبعا فيه كزا حاجة برضو شبيهة بكده دياجرام للمبنى ولما تيجي تعمل ان شاء الله تصمم مبنىك لازم تعمل برضو فهي دياجرامات يعني بشكل سريع اللي انا كنت عايز اقوله النهارده هو كده فلو حد عنده اسئلة او عنده حتى اضافة عايز يقول هاري انا هكون سعيد جدا فاليتي يقول هاري جزاكم لكل خير دكتور لو في اي حد عنده اي اي اسئلة فالمايكات مفتوح لو في حد عنده اي استفسارات يعني استفسار تعليق اعتراض حتى على حاجة اولتها اي حاجة ممكن تقولها يا شب اتمنى اتمنى محاضرك سريع شوية حاولت اختص رائع بالوقت بس اتمنى ان شاء الله اضافت لكم ورا حاجة بسيطة هل في اي استفسارات يا شباب طي ممكن اقول حاجة نصيحة تحاولوا كل يوم على الاقل تحللوا مبنى من شهر تحللوا بالطريقة الكاملة ديت بس على الاقل تاخدوا ربع ساعة وقتك تحللوا مبنى بالشكل دي ستقوني بعد شهرة لو نفسكم حللتوا 30 مبنى وليه حاجة ممتازة جدا اتمنى الكرة اللي عندو او القدرة التصميمية هتزجد بشكل رهيب في كتب بتعمل كده برضو في كتاب اسمه precedent analysis حتى ممكن ارهالكم كان عندي موجود بردو pdf ممكن ترقوه بسهول ان شاء الله present analysis الكتاب 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 الاخضر الكتاب الاخضر الاخضر الانين الكتاب جميل president in residence in architecture الكتاب كبير وفي تحييذات كتير جدا يعني فعشان كان ممكن تفتح كل يوم مثلا مبنى وتتفرغ علي دوت عشان موجود pdf فانا رشحته لكم في كل بطين حروا قوي وممكن مثلا في برضو من الكتب اللي بتحلل المبني بشكل كويس قوي 25 buildings every architect should understand ده برضو موجود pdf 25 مبنى في يوم تحليل كويس قوي 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 يعني بصراحة ممكن برضو تحملو ان شاء الله وتقلوا كل يوم مساء مبنى في خلاص في 25 يوم وفعلا في حاجات هتفتح لكم دماغ بشكل رهيب كتاب ممتاز 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 الكتاب دوت يعني حتى احسن من الابن الابن التفايد الكتاب دوت ممكن يبقى اول 25 buildings every architect should understand فدوت برضو ممكن تشوفو دم عشان ما اقول pdf يعني فعشان كاول تلك وممكن برضو لو عايزين تشوفو اي كتب من بيك برضو بيشح مشاريعه بشكل لطيف بال ال ال diagrams فإيس زمور برضو موجود pdf منه ممكن برضو تقروا الكتاب الكتاب لطيف جدا وانتو عندو كتاب 25 buildings والكتاب دوت Simon ونعم متن وراجل مشهور جدا تتتروا كل الكتب لو تقدروا وكلها دائما وده pdf فهو عندو كتاب دوت وعندو كتاب اسم analyzing architecture كتاب دوت نفس الكتب بالنسبة للناس يعني كتابين دولت للناس اللي هم شوية مثلا في سنة تانية تالت رابعة الناس اللي في سنة أولى خالص نفس الكتب برضو يكتاب مهم اسم exercises in architecture learning to think as an architect كتاب دوت لازم كل واحد في أولى لازم يرى كتاب دوت يعني أساس كتاب ممتاز 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 ف Simon Anwin أنا أنصحكم به لهم لتلكو ما كتاب بس مبنى واحد كم صفحة في اليوم مش هيأثر عليكم كتير يعني مش ياخذ من نوته كتير اتفضل باش مانس ايهاب اهلا 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 شكرا على المحاضرة الجميلة دي اهلا 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 وفي عندي ملاحظة يعني كنت حاب ان انا اضفها مش عارف اهلا صحة ولا غرض بس يعني حاجة نفسي يعني ولاحظة اكتير انا شغال في تحليل مداني او خلال فترة دراستي او شغل في الدراسات العالية او الكلام ده هي الترند من ضمن الحادث المفروض ان انا يعني كمعماري اخد بالي منها هو الترند العام بتاع الكون اللي احنا عايشين فيه او الدنيا كلها مش ازاي بمعنى مثلا الفترة بتاعة الحرب العالمية التانية او بعدها حسيت ان ظهر ترند بدأ انه انتشر في العالم كله ان انا هبني بالطريقة دي للظروف المحيطة بتاعة الفترة التاريخية كلها انا ممكن السياق وانا ببص فيه للمبنى ما يبقاش بس للسياق للمبنى موجود فيه لأ المفروض ان انا كمان بص على السياق التاريخي كله حتى في تروفيوس مثلا لما كان بيحط النظيرات المعمالية بتاعته وكان بيكلم على السرائل يقول ان احسن سلم هو السلم اللي بيكون منه الزاوية بتاعته كذا او هو السلم القايم اللي ابعاد وكذا هو كان بيتكلم من منطق انه الترند اللي كان شغال الفترة اللي كان نعيش فيها هو الترند الرياضي ان اي حاجة جميلة في الدنيا هي الحاجة الرياضية كويسة مثلا الفترة بتاعت الشعاعية لما انتشرت وقصة ماليا بدأ تنتشر بدأ برضو يظهر زي تنفس المباني وشكل من المباني موجودين حاليا احنا عاشم في الفترة بتاعت التكنولوجيا فألاقي التأسيرات بتاعة العمرة الزكية ومش عارف كيف الكلام ده فهي دي بس التعليق اللي كنت عايز يعني اضيفه بس انا حتى مش متأكد هل فعلا الترند بتاع العالم ده مؤثر حرفيا في تصميم المبنى في مكان معين ولا لا اللي بلاحظه تاريخيا انه كان بيحصل يعني تفرط فجأة بمعنى تعرف وصفها ازاي ممكن هبسطها مثلا لو ظهر تكنولوجيا معينة في عند اليونان مثلا بلاي التكنولوجيا دي بدأت تتنفس مباني موجودة فعند الفرصة في اقرام في الفترة بعد حرب العالمية المسلا التانية ما كانتش العالمة يعني او الانتشار بتاع المباني او المباني اللي هي زي حالية اللي المباني اللي العالمية التانية بدأ يظهر في دور تانية ما كانتش محتاجة زي عند رف مصر فأنا مش عارف ايه وجهة نظرك في الموضوع ده هالفعل التريند ده يعني حاجة مؤثرة حرفيا بتأثر في المصمم ولا ممكن ده كنت هيئوات شخصية من ده انا مش عارف ربي انا كريم على التوضيح يعني انا فرحان انت شرحت النقطة دي بشكل مختلف عن الشكل اللي شرحت وانا كنت قصدي لما قلت الفلسفة التصميمية للمعمال والعامل اللي تأثر بها كان قصدي الفلسفة التصميمية اللي وراء تصميمه يعني اللي انت ممكن ترعلي التريند يعني هي يعتبر فلسفة تصميمية فمثلا انت يعني احنا ممكن في العالم بتاعنا ممكن يبقى في ناس بتقلد الحاجات الدنيا المتبقى عارف هي بتعمك هذه وطبيعة يعني وزي ما انت قلت التأثر بالتريند الموجود في العالم ولا حاجة عدي جدا حتى زمان يعني كانوا بيعملوا كتاب زي أو حتى التاني والناس دي كانوا بيعملوا حاجة شبه الجايد اللي بيخلي المعمارين يقلدوا الشغل بتاعه يعني لأنه شايفين ان الشغل ده كويس ولو يقلد ويبقى نجاح بالنسبة له فهذا طبيعي يعني شايف انه موضوع ان الناس تتبع التريند حاجة طبيعية لو هي فعلا حاجة مناسبة للسياق بتاعهم زي ما ناس كتير بتقلد حسن فتح الغد انا شايف انه مش تريند دوات في العالم او شايف انه في طراز واحد بس مهيمن على كل العالم في طراز كتير جدا في ناس اللي غاد دواتي لسه بتستاذن من post-modernism مع انه مات من معظم الدول يعني في ناس لسه تستاذن لغاد دواتي modernism مع انه مات بعرضه من زمان يستسام التفكيكية في ناس يستسام وخلافه يعني ممكن نقول ان السياق الحاكم هو international style او النعدام الهوية شوية نوع ما والعلم زي ما حضرت لك بس النقطة زي ما قلت لك ان مهم جدا ان اتفق معك فيها مهم جدا ان احنا نعرف الفلسفة التصميم للشخص على اساس ان حد احنا نستفيد منه ولا هتعامل مع الشغل بتواب حضر نوعا ما اشكرك على التعليق المفيد شكرا جدا اشكرا هل في اي سئلة اخرى او اي تعليقات اسعد ان اسمع تعليقات او اراء كم ماشي بشكل فيش تعليقات اظن اكتب ممكن تشوف 25 buildings every architect اكتب حتى ممكن اكتب اسم الكاتب وشوف الكتب بتاعته واحد كان يسأل حسابي ممكن اوكي شكرا باش منظور هو كتب الحساب بداي اي اي وقت اي حد بردو يسأل انا حاجة ممكن يتوصل معي ان شاء الله اعتقد ما هيش اسئلة باش مانس عمر ممكن ننهي هذا اللقاء السريع حب اتما اتش والنهار ده على الناس الهاتف جزاكم لكل خير السيد الفضل الف شبه حضرتك يلا شبه شبه حضرتك يلا شبه